بمناسبة اليورو رأيك ايه فيما قدموا المنتخب الهولندي في هذه البطولة؟ من وجهة نظري هم بيلعبوا كويس جدا وحضروا لليورو بشكل واضح للعالم كله مش واضح ليه انا الوحدي ان هم وصلوا للمباراة القابلة النهائية مع انجلترا ولكن انا شايف ان احنا فهنا ممكن نعمل احسن من كده وكنا ممكن نوصل للنهائي هل المنتخب الاسباني فجأك في هذه البطولة بجيل من اللاعبين الشباب؟ طبعا طبعا اسبانيا كانت حاجة مهولة وكانت حاجة خرافة يعني ويمكن كويس انت سألتني السؤال ده لان لو كنت سألتني على الاحسن فريق بالنسبة لي كان بيقدي كنت هقول انها اسبانيا وانا شايف ان هم الابطال يعني بكل حاجة وبقول لهم برافو من ممكن يعني طيب عايز ارجعلك تاني للمنتخب الهولندي المنتخب الهولندي دائما وابدا على مر التاريخ كان فيه اسماء عظيمة واسماء كبيرة تحديدا في الخط الهجومية احنا عندنا برضو لعيبة محترمة يعني وعندنا لعيبة كبيرة بتلعب في اندية كبيرة ولكن احنا يمكن الحاجة اللي احنا نقصانا هي السترايكر يعني عايزين حد يفنش يفنش زي اللعيبة اللي انت ذكرتها ولكن انا ما اقدرش ان انا اعيب في اللعيبة اللي موجودة حاليا لان انا شايف ان هم مقاديين كويس جدا ولكن احنا محتاجين بس الفينيش مش اكتر اه انا معاك ان احنا محتاجين ان احنا نجيب اسماء اكتر ويبقى في لعيبة ظهرة اكتر ولكن انا مقتنع جدا بالاداء اللي بيحصل هل تتابع منافسات كرة القدم في الولمبيات والمبيات باريس في الوقت الحالي طبعا انا بحاول حاليا الايام دي اتابع وطبعا انا مبسوط جدا ان انا بتابعها وطبعا انك تتفرج على الاولمبيات بتاعت باريس الايام دي بالاداء اللي بيحصل من الفرق دي حاجة روعة يعني هل شهادت اي مباراة للمنتخب المصري في هذه البطولة؟ لا اسف انا اسف ما حصلت جون فان دين بروم نجم منتخب اولندا وايكس ومدرب اندر لاكتر بلجيكي السابق المدرب اللي كان مرشح لتدريب نادي الزمالك مؤخرا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء تعمل بشكرا بخير sind初ام